هذا ودشنت المملكة العربية السعودية جسرا جويا بين الرياض ومدينة العليش لنقل المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تضم المساعدات عددا من سيارات الإسعاف المجهزة ومواد طبية وغذائية حيث أشد مستشار الديوان الملكي السعودي للشؤون الإنسانية والإغاثية عبدالله بن عبدالعزيز ربيعة بجهود الهلال الأحمر المصري في استلام المساعدات وتجهيزها والعمل على إدخالها إلى قطاع غزة نقدم الشكر والتقدير والعرفان لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا ونخص بالشكر الذين تعاونوا معنا بتسهيل دخول المساعدات إما عن طريق الجو أو عن طريق البحر هناك جهود مصرية كبيرة جدا لتسهيل دخول المساعدات وهذه الجهود نأمل أن تتمخذ بالنجاح بالسماح لهذه المساعدات بالدخول دون قيد أو شرط لإنقاذ حياة إخواننا وأخواتنا وأبناءنا وبناتنا في غزة شكرا لمصر وشعب مصر شكرا للمشاهدة